أعرب مجلس النواب عن رفضه للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي لا يتسم بالمصداقية أو الحيادية أضاف المجلس في بيان له أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة محاولات للبرلمان الأوروبي اليائسة وغير المبررة بدعى امتلاكه سلطة تقييم وتوجيه ومحاسبة من هم خارج حدود أعضائه أوضح مجلس النواب أن الدعاءات البرلمان الأوروبي بشأن الانتخابات الرئاسية المرتقبة جاءت مفتقدة للموضوعية وكشف عن النية المبيتة لإصدار أحكام سلبية مسبقة عن العملية الانتخابية وأكد مجلس النواب أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع لافتا إلى أن الهيئة سبق وأن أكدت عدم وقوة أي مخالفات أو أعمال محابة أو مضايقات من قبل الجهات المكلفة بتنفيذ قراراتها إلى جانب تشكيلها لجنة لتلقي جميع الشكاوى الخاصة بالانتخابات الرئاسية ترجمة نانسي قنقر